هنبدأ من خلال مباراة تونس مع نامبيا تونس النهاردة سقطت بخسارة مدوية بطل نسخة 2004 اللي كسبها قدام منتخب المغرب النهاردة داخل على أمل أن المعنويات عالية وعلى أمل أن هؤلاء اللاعبين قد اكتسبوا من الخبرات ما يعينهم على تحقيق انتصارات وعلى أمل أن الخبرات دي تعينهم على كسر سلسلة الإخفاقات في المباريات الافتتاحية في مشاركاتهم في النسخ الخمس الماضية في بطولة أمم إفريقيا ولكن ما حدث أن المنتخب التونسي تفاجأ بفريق لقب المحربون الشجعاء وقد كان له من اسمه نصيب لأن منتخب نامبيا من خلال ثلاثي الهجوم الغريب الغريب والغريب هنا أقصد المرعب القوي سواء القائد بيتر شالوليلي وده اسم معروف جدا عندنا كمصريين مهاجم ساندونز واللعب رقم سبعة ديوتو هوتو وأيضا معهم لمبوندي الجناح على الطرف الآخر تفاجأ المنتخب التونسي رغم أنه كان أول من هدد في الثواني الأولى من زمن المباراة برأسية مبكرة تفاجأ بأن هذا المنتخب اللي بيشارك فقط للمرة الرابعة في تاريخه بيلعب زي ساندونز على المستوى الهجومي تنقل الكرات بذكاء ومشاكل واضحة في خط وسط فريق المنتخب التونسي بقيادة جلال القدري منح منتخب نامبيا أفضلية على مستوى الفرص في الشوت الأول من المباراة اللي بنهاية الشوت الأول قلنا كويس إن الماتش خلص صفر صفر واللي ضيع أكيد هيرهق وإن خبرات تونس ستعينه على التسجيل في الشوت الثاني تحسن منتخب تونس تحديدا بعد نزول العيدوني في منتصف الملعب وحاول المنتخب التونسي اللي سقط به مصاب اللاعب طه يسين الخنيسي ونزل مكانه لعب الدوري المصري السابق المقولون العرب هيثم الجويني تحسن كثيرا ومن خلال الجبهة اليسرى اللي كان فيها علي معلول والمساكني في الشوت الأولاني ثم انتقل القائد المساكني في الشوت الثاني ناحية اليمين بدأوا يشنوا غارات هجومية على المنتخب النميبي اللي تماسك بشكل واضح لحد ما كان تمسكه ده سببا في أن يسجل هدفا قاتلا في نهاية المباراة عن طريق اللاعب هوتو اللي سجل هدف الفوز وقنص النقاط السلاس لمنتخب نميبيا نتيجة ممكن تحطها ضمن المفاجآت بتاعت خسارة غانا من الرأس الأخضر تعادل مصر مع موزنبيق تعادل أنجولا مع منتخب الجزائر أو حتى تعثر منتخب نيجيريا بالتعادل أمام غينيا الاستوائية لكن بكل تأكيد رغم أن هي موجودة معهم في نفس البوتقة بكل تأكيد هي تأتي على قمة هذه المفاجآت أن يخسر المنتخب التونسي في بداية المشوار أمام أحد أبعد المصنفين في هذه البطولة اللي تصنيفه تقريبا 115 على مستوى البطولة لكن المفاجآة دي ما كانتش بس لأنهم خسروا من المنتخب النميبي لكن كمان بالنظر إلى التاريخ هتلاقي أن المنتخب نميبيا اللي شارك فيه 3 نسخ سابقة فقط قدام فريق بيشارك بانتظام أحد أكثر المنتخبات المشاركة في أفريقيا لعب سنة 98 خرج من دول المجموعات بلا انتصار لعب سنة 2008 بعدها بعشر سنوات خرج من دول المجموعات بلا انتصار لعب سنة 2019 بعد 11 سنة في مصر خرج من دول المجموعات بلا أي انتصار وبناء عليه هو انتصار أول لمنتخب نميبيا في تاريخ مشاركاته في بطولة أمم أفريقيا الفوز ده الحقيقة يعني ليه قصة ممكن نبقى نحكيها لكن بعد ما نروح لاحتفالات دوة النهاردة في نميبيا يكفي أنه بحسب الصورة اللي هتنشر دلوقتي قدام حضراتكم رئيس نميبيا طلع في تصريحات بعد نهاية المباراة مباشرة وقال احنا كنا خلاص حطينا جدول الأجازات بتاعة سارة 2024 لكن من دلوقتي بقول لكم ان هذا الجدول قابل للتعديل ويبدو ان في يوم جديد هيبقى أجازة هذا العام لكن الحقيقة انه ممكن تقول انه يعني ما كانش كريم قوي في القرار لانه قال ده لو كسبنا أمم أفريقيا مش عشان كسبنا أول ما تشف تاريخنا في أمم أفريقيا لا قال لو كسبنا أمم أفريقيا فواضح انهم الأجازات عندهم مش زينا مش كتيرة مش كل كم يوم في أجازة كل كم شهر في أجازة لا عندهم ايه قالك لو كسبنا أمم أفريقيا هديكم يوم أجازة عموما الفرحة وصلة لحد المرحلة دي ولمراحل أبعد لانه واضح ان نميبيا زيها زي الفرق الأصغر كمان في بطولة أمم أفريقيا ما بقيتش صغيرة على المستوى الكروي ترجمة نانسي قنقر